اشتركوا في القناة تربع كوباية سكر بودرة بنحطها على الزيت وبنقلبها كويس قوي فيها معنا بطين بنضيف البطين ونقلب كويس نضرب كويس لغاية ما السكر كله يدوب والخليط يبقى ايه؟ آآ يعني زي الكريمة كده بعد كده بنجيب الدقيقة بتاعنا وبننخله طبعا ده دقيقة عادي خالص اللي هو بتاع جميع الاستعمالات بنحط عليه معلقتين كبار نشا وبنحط نص معلقة فانيليا ممكن نحط لو عندنا فانيليا سيلة بنحط نقطتين بعد كده بنحط معلقة صغيرة ممسوحة كده اللي هو كربوناتو اللي هي آآ بيكربوناتو الصوديوم اللي هي بتاعت الطعام ايه لو ما عندناش كربوناتو بنحط معلقة بيكنج بودر بنلم العجينة كده مع بعضها هي مش محتاجة عجن بنشيل بعد كده المضرب ونلمها بادينا بعد كده بنقسم العجينة دي طبعا هي لسه يعني محتاجة دقيقة العجينة معنا مرأة كده محتاجة دقيقة لسه فاحنا هنقسمها كده نصين يعني بالتقدير كده بنشيل النص ده نحطه في طبق تاني بعد كده بنحط على النص ده معلقتين دقيقة ونلموهم معاهم كده لغاية ما العجينة معنا تبقى متماسكة بالطريقة دي خلاص بنسيبها ونشوف النص التاني بنجيب معلقتين كاكاو بنضيفهم للجزء التاني من العجينة ونلموهم فيها برضو بنفس الطريقة خلاص كده الجزءين معنا خلاص جاهزين العجينة كده بنمسكها نعملها كورة كده في ايدينا مش بتبقى مفلقة ولا اي حاجة كده خلاص بنجيب الصواني بتاعتنا وندهينها زيت كده بسيط نمسحها بس مسح الزيت خفيفة قوي وبعد كده بناخدها في ايدنا ونعملها كورة كده بالطريقة دي ونحطها في الشوكلة كده وبس بنحطها مش مش بنبططها بس احنا بس بنريح العجينة بصوابعنا كده شوية صغيرين الشوكلة ده رخيص جدا عند العطارين ممكن لو مش موجود عندنا بنجيب اي شوكلاتة عندنا ونكسارها كده ونحطها فيها بنفس الطريقة وبرضه بنعمل اللي بش بالكاكاو بنفس الطريقة لغاية لما نخلص كل الكمية بتاعتنا بنكون مولعين الفرن على درجة حرارة مية وستين هي ما بتاخدش وقت خالص يعني عميلها عجينها وعميلها وفي الفرن بتاخد ربع ساعة بس بنكون مولعين الفرن قبلها بخمس دقايق بندخلها في الرف الوسطاني لغاية لما تاخد لون دهب خفيف من الارضية بتاعتها بنطلعها تحت الشوية دقيقة تاخد لون دهب كمان من فوق كده بندخلها الفرن ربع ساعة بالزبط في الفرن وبنروح نشوفها بنطلعها تحت الشوية دقيقة واحدة وكده بتكون جاهزة معنا الكمية دي كلها من كوبايتين دقيقة اللي هما ربع كيلو دقيقة عمد لنا كل الكمية دي كده بتتاكل مع الشاي مع آآ العيال بياخدوها هما راحين المدارس اتمنى ان شاء الله انها تعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى ان شاء الله وبركاته